السلام عليكم منذ اندلاع نيران الحرب عام 2015 اضطر ملايين اليمنيين للنزوح من مناطق سكانهم والبحث عن مأوى جديد منهم من أعاد توطين نفسه في محافظة أخرى أقل خطرا ومنهم من لحقته الحرب في كل مرة يظن نفسه قد وجد المكان الآمن لدرجة أن بعض الأسر نزحت قسريا من مواطن نزوحها خمس مرات وما زال بين اليأس والرجاء في صحراء العبر بالقرب من منفذ الوديعة نازحون غادروا بيوتهم ومزارعهم في محافظة الجوف منذ خمس سنوات يعيشون حالة صعبة من المعاناة حاولنا توثيقها ونقلها من خلال الفيلم التالي نحن كنا في محافظة الجوف حياتي قبل الحرب كانت مستقرة ومرتاحين في بيوتنا والمشاريع المية عندنا والمزارع والخير وكنا في نعمة وجانا الحوثي وجاء غيرنا ونزح الناس من أراضيهم ومن ديارهم والذي يفكر بيته وانا أكثر من ست سنين في هذه المنطقة ومحرومين من خيريات ومن الماء ومن كل حاجة هل أن جاءتنا مؤسسة مبروك الكورو الكوربي واشتغلت معنا في الموينة الدين الماء إلى واحد واحد 2020 ووقف علينا الماء وتعبنا تعب شديد نسمع بالأغاثات نسمع بالمساعدات نسمع بها بس ماشي جانا إلا في الآمنة الأخيرة نشكر مؤسسة الأخ مبروك الكوربي قام بجهود ما حد قام بها يعني أسعب الناس بالماء ووية الماء يشربوه فلكننا أمننا في الله سبحانه وتعالى في المنظمات أن تنظر بعين الاعتبار للناس النازحين هنا شيبان عجزة وناس فقرة اللي ولده مذبوح واللي أخوه مذبوح واللي معاد إبله راحت غنمه راحت حلاله راحت معاد شي معهم جاسين هنا يطلعون وصلاة بل يخيرهم مجمون رب العالمين كانت الوقت بجينا شهريا مع جهد لدينا سنة مرات ما جينا من أول مشاريع مياه عندنا وحنا في بيوتنا مستقرين الآن محيزين نازحين في قران قريب من فد الوديع ولا قامت لدوله ولا أي منظمه ولا شي جانا ممسست مبروخ الكورو الغربي واشتغل معنا بالماجزة الله خير شغل شغل صحيح نظيف يعني يعني مفر لنا كل حاجة المي بعدين وقفوا عليه من واحد واحد 2020 وبعدها تعبنا ذي حين نعاني ما ندري منين جيب الديزل منين جيب الويتاه تسغيرها منين جيب لا عندنا دورة مياهوة لا عندنا شي بعدين جينا الرياح تبهذنا والمظلمات هي ما تقصر تعطي لك أنها تروح في غير محلها شلوها ناس وروحوا بها في غير محلها فأملنا فيهم إن شاء الله بسرعة وثلاء يسعوا الناس بالماء ويسعفوهم بالدفاء وبالغذاء وما حصروهم الأشياء فالناس يحتاجين إليه ما أقدر أفصلها كل ما تدعيه الحياة من الأشياء معتازين لها الناس وأحنا في قوار المنفذة والله ينهى قواطر على ما يحالي على خمسين قاطر ستين قاطر فلا تعرض علينا مرور الكرام إن يقول مرة مرور الكرام ولا أجينا شي منه إلا جينا من الضمه من الحضر أموت يعني بعد شهر بعد كذا وقطعوا هالها فترة ويجي بيضره وجيههم قلنا في نعمة ما يعلمها الله عندنا الماء سكر أحلام الصحة ومشاريع إلى البيت عندنا مزارع بساتين عندنا الراتب يجينا في بيتك كامل الآن مشردين لا رواتب لا ماء لا مزارع وجينا الرياح أتبه ذلك قد يذهب هنا حتى القواهش دي الحن شهر ما ندري شو نزود عايشين على عيشة يعني نكدة لا مدارس ولا شي عيالنا مضيعين شوفهم أولي العيال لا مدارس ولا شي ونثنبه رحمة الله كما نشكر لا ننسى مدين ناحية العبر شيخ سالم بن مليك أشهد إنه وقف معنا بكل جهوده وإنه جاء من الضمات الليه هنا وبعض الناس اللي فيهم الخير وساعدونا بقدر استطعتهم لكن ما في حاجة ليتغطي ولا جاتنا الحاجات النفاعة جدنا حاجة يعني يمكنهم يدونها من حقهم من حق المدينة حقهم أو من حق حضرموت خاصة ونحن حقنا في الجوف مجال مع مارب تعرض في كل مكان فالله يحييكم أعطي لكم منبذة من بعض الأشياء وعندنا كثير كثير من الحاجات الماسسة لهذا الناس اللي تشوفوهم إنجا البرد أجعه إنجا الحر أجعه لا توجد لا مواطن خربة ولا طاقات ولا مكيفات ولا شيء من ضمن مدارس هذا الخيمة من أواهم هذا الخيمة حق الطلاب اللي تشوفوا ولا يدرسوا هناك أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأركان الإيمان ستة وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقضاء الخير قلت إلى هنا صحراء المنفذ الوديعة الغران منفذ الوديعة النازحين بطلب من الشيخ مبخود دخنان المرزوقي أتيت إلى هنا وكان عندي ما يقارب ثلاثين أو إلى خمسة وعشرين طالب كان الطلاب يحضرون أول ما قلت ولكن في سبب طول المسافة بين الخيام وبين المدرسة والأهالي هناك تقلص في عدم حضور بعض الطلاب بسبب السيارات والمواصلات هنا حوالي ثلاثة شهور أو عشر أيام أتيت إلى هنا والطلاب لا كتب لا مدرسة يعني شبه قهل قهل يسمى قهل في حالة قهل عند النازحين الحمد لله حاولتنا أعلمهم الألفية وهم كلهم مستوى صفر حتى من الألف في دينة الألفية والحمد لله حتى الآن قد حفظوا الألفية ويعانوا من مشكلة مثلا في توفر المداد والحبر توفر الصبورة، توفر الكتب، توفر الأقلام، توفر الوسائل التعليمية ليس موقود تماما، غائب عن ما بالك من الكراسي والمدرسة والحاقات والمبنى والحاقات وكما تشاهدون هذه مدرسة وفتحوا كل الاتقاهات، وذاك عقة روحنا وذاك شوية ريح طير وهناك يعني في مشاكل مثلا من نسبة الماء الحمام، الطالب، طلاب قهال إشتوا يطيروا الموية، إشتوا يشربوا، إشتوا، ما فيش لا موية ولا هو أهنا نزلي من هنا نجيب الموية أو لا؟ نجيب الموية الحالي من حضي مئتين وثمانين كيلو شلا من حضي، نجيبها هنا ونوزعها على خمس دبات، على ثلاث دبات، على عشر، على كوك، ثلاث وهناك يعني مشكلة مثلا، هي المشكلة الأساسية مثلا في المواصلات أما المشكلة الثانية وهي في الماء، المشكلة الثالثة مثلا في توفر المكان المناسب للتعليم فالتعليم، من استراتيجة التعليم، أن يتوفر المكان المناسب مثلا توفر البيئة المناسبة، أننا في صحراء، تهب الرياح من كل الاتقاهات لذلك لا يتوفر التعليم إلا في هذه العناصر مثلا القوة المناسب، المكان المناسب القوة هنا مش موجود، القوة التعليمي غائب نهيا عن هذا المكان القوة التعليمي منتهي تماما فبالك عن توفر الدورة المياه، توفر الهواء النقي، توفر الماء للشرب لا مش، لو هو أحد الشي يروح يشرب، عند أهله يروح من مسافة بعيد وهو القماعة اللي هنا موجودين، لو حقهم الدباب والمشمعات حق الماء ما تقش شرب يوم للطلاب، لو حضروا الطلاب ولكن الحمد لله يعني يعانون من مشاكل كثيرة يعني لو حسبناها ماش نقدرش نحنا والله أنا أشد جميع منظمات حقوق الإنسان، أنا أشد القمعيات الخيرية، أنا أشد من لهم الأمر أولياء الأمر، إلى من يهمه الأمر، إلى من يهمه التعليم، إلى الدولة، إلى المنظمات، إلى حقوق الإنسان، إلى كل اللي بقدرة يستطيع أن يوفرنا الطلبات المناسبة، مثلا مدرسة، قو تعليمي، مواصلات للطلاب، هذا اللي نحن نشتجت منه محتاجين غباء، محتاجين دواء، محتاجين خيريات، محتاجين دورات مياه، محتاجين ما أحد يجابها لنا منظمات يجيوا وتصورنا وتروح ولا شي يجينا صوروا ومستمر التصوير ويأصلوا ولا حد جانا، ما عدلنا شي وأنت تشوفوا بعينك الآن، خيل فينا، لا دورات مياه الآن إلا أحد مرض، مش هنا سيقوم، أو المكلة يعني تدفع مراحق يبالك 200 ألف، 300 ألف، هذه حق بترول، غير العلاج والناس ما معها مدخول، ولا رواتب، ولا معها أي حج يعيشون في بطن الصحراء، لا تكيف في الصيف ولا تدفئة في الشتاء وبينهم وبين المياه الصالحة للشرب ما يقارب 300 كيلو متر وعلوة على ذلك توقفت المساعدة التي كانوا يحصلون عليها على شكل مياه وإن أصاب أحدهم المرض، فإن أقرب مستشفى يقع على بعد 6 ساعات ويحتاجون لمئات الآلاف حتى يصلون إليه ومن المؤسف أن النازحين الذين تكدسوا في مخيمات داخل المدن أو بالقرب منها ليسوا أحسن حالا من هؤلاء فالإغاثة غير منتظمة والمستشفيات لا توفر التطبيب الضروري والمدارس لم تكن تكفي أطفال السكان السابقين فضلا عن اللاحقين مشاهدين الكرام ينضم إلينا من مدينة مارب أمين الشامي مدير اتلاف صنعة للإغاثة مرحبا بك معنا سيد أمين حالا وسهلا حياكم الله كما شاهدنا في الفيلم السابق إذن نازحين لهم أكثر من خمس سنوات اكتبوا بنار الحرب ولاجأوا إلى النزوح الذي لم يوفر لهم أدنى سبل الحياة برأيك هل من حلول تساعدهم على تحسين أوضاعهم؟ بداية شكرا لقناة بلقيس وضاقمها على هذه الاستفافة ما تم عرضه قبل اللحظات هو نموذج من المعاناة التي يعانيها الناجحون سواء في منطقة العبر أو الناجحين من الجوف أو الناجحين من بقية المحافظات إلى محافظة مارب حقيقة المأساة كبيرة ونأسف أننا نجد مثل هذه المناظر في عام 2020 الناجحون يعانون معاناة شديدة من شتى المناطق في شتى الجوانب للأسف الشديد سواء في الجانب الإغاثي أو جانب التعريم أو جانب الصحة ولعل هذا أحد النماذج تخيلوا هذه أسرة نزحت من الأحداث الأخيرة لا يتصور العقل أو لا يستطقها أن هذه الأسرة في عام 2020 للأسف الشديد أسرة تعيش في العراء هذه أحد الأسر النازحة من وزيرة نه نتيجة الأحداث الجديدة فالحلول بيد الحكومة الشرعية وبيد المنظمات عندما توجد الرغبة الصحيحة لذلك نعم الحلول كما ذكرت بيد الحكومة الشرعية والمنظمات الإغاثية التي تواجه أصلا مشاكل ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا والتي تمنع وتنهب هذه المساعدات كيف يمكن لنا فهم ذلك للأسف الشديد أننا نجد ضعف في السلطة الشرعية أو في الحكومة الشرعية في القيام بواجبها بدءا بالحكومة الشرعية ثم وزارة التخضيط انتقالا إلى اللجنة العليا للأغاثة مع اللجان الفرعية في المحافظات لم تقم بوجهها على الوجه المطلوب هناك قصور شديد وقصور تنسيق بين الجهات المعنية في الحكومة الشرعية وأيضا المنظمات العاملة في المجال الإنساني أما المناطق التي تحت صيدرة الحوثيين فتقرير الأخير للأمم المتحدة خير دليل على ذلك حيث ذكر أو شكى منظمة الغذاء العالمي بصيدرة الحوثيين على أعداد كبيرة من السلات الغذائية كذلك القيود الموجودة التي تمارس ضد هذه المنظمات إضافة للتكسير الحاصل للأسف الشديد من المنظمات الدولية سيد أمين كرئيس اتلاف صنعاء للإغاثة يعني عملك مرتبط بهذه الإغاثة وبالمساعدات التي تصل للمحتاجين والنازحين ما هي أهم الأسباب التي تعيق عدم أو تعيق هذه المساعدات وتمنع وصولها إلى المستحقين لها؟ نحن في اتلاف صنعاء للإغاثة والتنمية قمنا من أول يوم ببداية النجوح في 2016 قمنا بالحرص على التدخلات العاجلة وقمنا بعدة مسوحات ميدانية كما قمنا بالشراكة مع السلطة المحلية في محافظة صنعاء وفي محافظة مأرب كذلك مع اللجنة العليا للإغاثة لكن للأسف الشديد نجد أن هناك تكاسل وتباضع من قبل الجهات الرسمية في تدليل بعض الصعوبات نجد كذلك من أهم العوائق ضعف التواصل بالمنظمات الدولية كمنظمة الغذاء العالمي ومنظمة اليونسف بسبب أنها لم تفتح لها أي مكاتب في المناطق المحررة إلى اليوم خاصة في محافظة مأرب الأسف الشديد إذا أردنا أن نتواصل مع هذه المنظمات فنجد صعوبة شديدة في التواصل معها للأسف الشديد برأيك كناشط في المجال الإغاثي ما هي أكثر المناطق المتضررة والتي يتوفر فيها نازح لا يمتلكون أدنى مقاومات العيش طبعا لك أختي الكريمة وللمشاهدين الكرام نعلم جميعا أن اليمن بشكل عام أصبحت متضررة بل كل المحافظات لكن تختلف من محافظة إلى أخرى أو من منطقة إلى أخرى فمن أهم المناطق ومن أكثر المناطق تضررا مديريات محافظة صنعة التي نزحت منها آلاف الأسر خاصة مناطق نهم التي مدارة المعارك مشتعلة فيها حتى اللحظة يعني مديرية نهم بالكامل أصبحت مناطق نزاعات مسلحة ونزحت آلاف الأسر بلا أدنى مقاومات الحياة للأسف الشديد يعني تخيلي معي أختي الكريمة والمشاهد الكريم أكثر من ثمانية ألف أسرة من محافظة صنعة فقط نزحت بلا مأوى وبلا غذاء وبلا تعليم إضافة إلى النزوح الذي حصل في الفترة الأخيرة خلال الشهر الماضي نتيجة الأحداث الجديدة في مديرية نهم حيث نزحت آلاف الأسر نزح أكبر مخيم كان في اليمن وهو مخيم الخانك هذا المخيم الذي أسسه إتلاف صنعة اللغة والتنوية بالشراكة مع السلطة المحلية بمحافظته صنعة ومأرب نزحت أكثر من ألف ومائتين وخمسين أسرة خلال يوم واحد بين عشية وضحاها كانت معهم ووفرنا لهم المدرسة العيادة الصحية عدة مشاريع اكتربت المواجهات المسلحة إلى هذا المخيم فنزح بين عشية وضحاها وهو الآن في العراء للأسف الشديد إلى أين نزحوا وهل يجب على السلطة توفير مناطق آمنة لهم تتوفر فيها الخدمات وتصل إليها الإغاثة هذه الأسرة التي نزحت من مخيم الخانك أكثر من ألف ومائتين وخمسين أسرة إضافة لأكثر من ستة ألف أسرة من مناطق مجزر هؤلاء من ناتحي صنعة فقط أما بقية مناطق مجزر ومتغل فقد وصل أعداد النازحين إلى محافظة مأرب أكثر من أربع ألف أسرة أكثر من أربع ألف أسرة نزحت الشهر الماضي هذه الأسر نزحت إلى مدينة مأرب والمناطق المجاورة لها نحن في إتلاف صنعة للإغاثة والتنمية قمنا في حينها بإطلاق عدة انداءات استغاثة للحكومة الشرعية وللمنظمات الدولية وقمنا نحن بالشراكة مع الصلودة المحلية بتاهيئة مخيم الميل كذلك تم الترتيب إلى مكان آخر وهو مخيم السويداء القريب من منطقة مأرب إضافة إلى أن هناك أعداد كبيرة ما زالت في أماكن والمتجمعات متفرقة يعني تعاني معاناة شديدة للأسف الشديد نعم برأيك لو تم إلزام المنظمات الإغاثية بالكشف عن مصادر تمويلها وأيضا دورتها المالية وأوجه الصرف إلى أي مدى يمكن أن يساهم ذلك في تحسين أدائها وإيصال المساعدات لمن يستحقونها طبعا هذا الموضوع من أهم المواضيع أهمية إلزام المنظمات التولية وغيرها والمنظمات المانحة بالشفافية الكاملة قيم الشفافية والوضوح هي أحدى قيم العمل الإنساني وهذا هو المفترض سيكون لهذا الأمر إلزام هذه المنظمات بالشفافية الكاملة من قبل الجهات المعنية سيكون له أثر كبير بل مطلب كل أبناء الشعب اليمني والنازحين خصوصا تخيلي معي أخت الكريمة أنت والمشاهد الكريم أن 80% مما تعضيه هذه المنظمات الدولية هو في مناطق سيدة الحوثين للأسف الشديد وما سمعناه من تقرير للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي في القريبة العاجل عن تخفيض مساعدات الأمم المتحدة بسبب القيود التي وضعوها عليهم في مناطق سيدرة الحوثيين إضافة إلى نهب ملايين الدولارات وآلاف السلات الغذائية نعم هذا هو مطلب كل أبناء الشعب اليمني ونتذكر جميعاً الحملة التي تم إطلاقها العام الماضي حملة وين الفلوس هذه الحملة التي كان لها أثر كبير سواء عن نظمة الدولية أو في نفوس أبناء الشعب اليمني فهنا ننادي بتكرار هذا النداء مرة أخرى عمل حملة وين الفلوس نعم ما هي الجهات النشطة في المجال الإغاثي في المناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى جانبكم أنتم كأتلاف إغاثة صنع هناك العديد من المنظمات والجهات التاعمة كناشضة بل هناك منظمات عديدة سواء على المستوى المحلي أما على المستوى الدولي في الأسف الشديد المنظمات الدولية تدخلها على استحياء للأسف الشديد الهجرة الدولية بدأت فتحت لها مكتب وتعمل كخطوة أولى وهناك مواعيد لا بأس لها هناك عدد من المنظمات التركية IHH وعدة منظمات تركية كان لهم دور كبير خاصة في الصحة والتعليم وهنا نقدم لهم الشكر الكبير مركز الملك سلمان كان له أثر ملموس كذلك خاصة في مخيم الخانق هناك عدة منظمات محلية كمنظمة المرأة والطفل وشبكة النماء وإتلاف الخير هذه لها دور لا بأسابة وإن لم يكن على الوجه المطلوب أما نحن فلا نمتت أنفسنا في تلف صنع لغاثة فقد كان لنا بفضل الله السبك في التدخل الأولي لغاثة التهولة الناجمة هذا فيما يتعلق بالمنظمات بالتالي دور السلطة المحلية في محافظتين مارب وحضربوت في التعامل مع احتياجات النازحين كيف تقيم أنت هذا الدور السلطة المحلية في محافظة مارب حقيقة وليست مجاملة لمسنا منها تعاون كبير في تدليل الكثير من الصعوبات وخاصة فيما يخدم العمل الإنساني والنازحين قامت السلطة المحلية بمحافظة مارب بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية وعدة جهات داعمة بتوفير مكان للنازحين كبير وهو مخيم الجفينة كذلك تقوم السلطة المحلية بالتعاون في كل ما ضلب منها وهذا كلام ليس مجاملة بل حقيقة نقدم لهم الشكر الجزيل كذلك الإخوة في سلطة حضرموت من خلال تواصلنا معهم وآخر تواصلنا بهم أمس من شأن نازحية العبر فوعدونا خيرا أن يقوموا بمسؤوليتهم بإذن الله نعم بالنسبة لدور المكتب التنفيذي لإدارة مخيمات النازحين بالتالي كيف أنت تقيم عمل هذا المكتب؟ المكتب التنفيذي والمتبثل في الوحدة التنفيذية للنازحين له خطوات ملموسة وطيبة وإن كانت للأسف متأخرة والتأخر في سبب تأخر قرارات تعيين موظفين لهذا المكتب أو لهذه الوحدة بدأت بجهود طيبة وملموسة في تنسيق بعض جهود العمل الإنساني لكن الذي نلمسه منهم أنه لا يوجد لديهم إمكانيات تم تشكيل وحدة التنفيذية لكن للأسف لم نجد أن لديهم موظفين بلا إمكانيات نقدم لهم الشكر الجزيل هنا في محافظة مارب الأستاذ سيف مثنى والأخ عبد الواحد ردمان مسؤولية الوحدة التنفيذية بالصنع ومارب والأستاذ نجيب السعدي مسؤولة الوحدة التنفيذية بالجمهورية ندعوهم إلى مضاعفة جهودهم والقيام بتحمل مسؤوليتهم نعم سيد أمين رسالة أخيرة تود إيصالها للحكومة الشرعية للمنظمات الفاعلة في المجال الإغاثي للنازحين وكيفية الحفاظ على حياتهم وسلامتهم رسالتي الأخيرة أولا نحن في إتلاف صنعاء للغذة والتنمية نشكر السلطة المحلية بمحافظة مارب ومحافظة صنعاء وعلى رأسها محافظة هذه المحافظتين الذين يبدلون جهود كبيرة كما ندعوهم إلى القيام بواجههم دعوتي إلى الحكومة الشرعية وإلى اللجنة العلية اللغاثة بأن تقوم بواجبها الإنساني الذي ينتظره منهم كل النازحين كذلك دعوتي إلى المنظمات الدولية بأن تميد اللثام عن الحياة الذي تستحي به وتسارع وتبادر بفتح مكاذبها هنا في محافظة مارب حتى يسهل التعامل معهم والتواصل معهم ويكونوا عن قرب من آلام الناس كذلك أدعو للتنسيق بين منظمات العاملة في المجال الإنساني التنسيق العمل الإغاثي فيما بينها تنسيق الجهات المعنية في الحكومة الشرعية كوزارة التخطيط واللجنة العليا للإغاثة والوحدات التنفيذية في المحافظات واللجان الفرعية في المحافظات لا بد من التنسيق بين هذه الجهات كلها بما يخدم الناجحين ويخدم أبناء المجتمع اليمني شكرا لك أمين الشامي رئيس اتلاف صنعاء للإغاثة كنت معي من مدينة مارب مشاهدين الكرام انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بالقيس على اليوتيوب النازحون في صحراء العبر تمنى رصد في أمان الله